موسيقى جونتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها ماسترد كارد تطلق بطاقات ائتمان جديدة تعمل ببصمة الإصبع جاء في تفاصيل الخبر تعمل شركة ماستر كارد حاليا على تطوير بطاقة ائتمان مزودتهم بماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الجزء السفلي والبطاقة ليست أكثر سمكة من المعتاد كما أنها تتيح للمستخدمين الدفع من خلال بصمة إصبعهم بدلا من استخدام رقم التعريف الشخصي أو التوقيع إلى صحيفة القدس العربي مشاهدين التي اخترنا منها لكم فيسبوك توفر الانترنت عبر الهليكوبتر أعلن شركة فيسبوك أنها تعمل على تطوير طائرة مروحية صغيرة يمكن نشرها في حالات الطوارئ لتوفير خدمة الانترنت الطائرة الجديدة ستوفر بنية تحتية فورية لتوفير خدمة الانترنت في أوقات الأزمات كحدوث أعصار يوقف حركة الانترنت في المنطقة أو كوارثة طبيعية أخرى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم انستجرام تدعم العمل بدون اتصال بالانترنت أصبح انستجرام يدعم العمل بدون اتصال بالانترنت بمعنى أنه يمكنك تصفح الصور وإنشاء صور جديدة وتطبيق الفلاتر والتفاعل مع المنشورات من تعليق وإعجاب وحتى حفظ في المحفوظات أو كمسودة بدون الحاجة لتوفر اتصال حالي بالانترنت ولاحقا عند الاتصال سيتم تطبيق كل شيء ومزامنته وهذه الامكانية تعمل حاليا فقط على اندرويد وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية والصين تطلق أولى مركبة شحن فضائية جاء في تفاصيل الخبر أطلقت الصين أولى مركبة شحن فضائية في خطوة جديدة نحو بلوغ الهدف المحدد بتأسيس محطة فضائية دائمة مأهولة بحلول عام 2022 وذكرت وسائل العلامة الرسمية أن بإمكان المركبة حمل ستة أطنان من السلع وطنين من الوقود ترجمة نانسي قنقر